يعني اعتقد طبعاً يعني أنا موجود معي سيدة المحافظ محافظ البنك المركزي وكان مع سيد وزير المالية وكان لينا لقاءات الحقيقة يعني على هامش قمة دبي للحكومات التقينا مع مديرة التنفيذية لسندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكل شركاء التنمية وإحنا الحمد لله يعني نقدر نقول إن إحنا أنجزنا يعني برضو أنا ما بحبش إن إحنا نعلن عن شيء غير لما بيتم لكن إحنا خلاص على خطوات قليلة جداً 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 من إتمام الاتفاق مع السندوق ومع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي وبالتالي من شأن كل ده بالإضافة إلى هذه الصفقة أن يوفر القدر الكافي من العملة للدولة المصرية علشان إن شاء الله إن شاء الله زي ما قلنا قبل كده في تصريحات نتجاوز هذه الأزمة إن شاء الله وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الغير مسبوقة اللي بتواجهنا ترجمة نانسي قنقر